تكاتفت الجهود بين الوزرات والجهات المعنية للإسرائي في إنهاء ملف تعويضات المواطنين الذين تضرروا من بناء وتعالية خزان أصوان وإنشاء السد العالي واجأ ذلك تنفيذان للتكلفات الرئيس السيسي حيث وضعت اللجنة الوطنية المعنية لصرف التعويضات ألية لتعويض من لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي لم تدخر الدولة جهدا من أجل تعويض مواطنيها الذين تضرروا من بناء وتعالية خزان أصوان وإنشاء السد العالي وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب الثاني في أصوان مراجعة موقف ما لم يتم تعويضه في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها من خلال لجنة وطنية تشكل من الجهات المعنية على أن تنهي اللجنة أعمى لها خلال ستة أشهر على الأقصر جهود كبيرة قامت بها الوزارات والجهات المعنية للإسراء في إنهاء ملف تعويضات النوبة مع مراعاة كافة الأبعاد وقد حرصت اللجنة الوطنية المعنية بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات على تعويض من لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها وحتى الآن استفادت أكثر من ثلاثة ألاف وستمائة أسرة ممن استوفت الشروط اللازمة من هذه التعويضات أهالي النوبة من أصحاب التعويضات أعربوا عن سعادتهم وامتنانهم لاستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على تعويضهم كنا منتظرين اليوم ده اليوم ده بيعتبر تاريخ ميلاد بالنسبة لنا احنا بقى لنا بتاع خمسين سنة منتظرين هذا اليوم احنا لما جينا بالواحد ما كانش بتصور ان حنلاقي الكلام ده جيت لجيت طاقة شمسية وفي بعض الأماكن خضرة بحي فخامة الرئيس الجمهورية الذي أوعد ثم أوفى بعهده وفعلاً ها هنا اليوم واحنا بنستلم أراضينا مرة تانية تسهيلات كبيرة وبدائل متعددة وفرتها الدولة أمام مستحق التعويض للاختيار من بينها وفقاً لرغبة كل منهم بالاختيار ما بين التعويض العيني أو النقدي أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية صدر قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر مستحق التعويض عن بناء متعالية خزان أسوان وبناء السد العالي وقامت اللجنة بحصر المستحقين للتعويض ووصل عادتهم 11.500 أسرة وبعدها أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء القرار بتشكيل اللجنة الوطنية لوضع قواعد وقاليات التنفيذية لصرف التعويضات فأنا عندي لو مستحق التعويض شخصياً هو اللي تقدم لصرف التعويض أنا مش محتاج منه أكتر من بطاقته الشخصية لو ورصه وتقدمه جميعاً أنا مش محتاج منهم غير إثبات صلاتهم بالمستحق التعويض وبالتوازي مع إجراءات تعويض من لم يتم تعويضهم من أهالي النوبة تعمل الدولة جاهدة على تنمية صعيد مصر بصفة عامة ومحافظة أسوان بصفة خاصة من خلال وضع الخطط وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وتطوير البنية التحتية في محافظة أسوان بما يسهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي وتوفير حياة كريمة لأبناء المحافظة اشتركوا في القناة